لأن الناس مستنية من مبارح تتكلم عن اللي حصل أكتر في مباراة النادي الأهلي اللي حقق فوز مهمة على الوداد المغربي في دهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة كانت 2-1 مباراة العودة حتقام يوم 11 اللي جاي إن شاء الله في المغرب خلينا بقى نتكلم مع بعض عن فرص الأهلي في حسم اللقب بعد فوز مبارح وإيه الأوراق اللي كانت قدام كولر في مباراة العودة قراءة فنية حنستعرضها النهاردة مع ضيفنا في الستوديوم حمد مهدي الناقد الرياضي حمد صباح الفل عليك صباح الفل عليك وصلاح الفل على كل المشاهدين الكرام راضي يعني مش قوي لأنه طبعا الجوم بتاع الوداد في يعني اعتبر ده الأخيرة من المباراة يعني قلب كل الموازين ودخل النادي الأهلي في أزمة ما كان في غنى عنها يعني إنك تروح للمغرب تلعب القياب وأنت كازبانة 2-0 قد ما تروحوا أنت كازبانة 2-1 فبالتالي قدت أفضلية أكتر لفري الوداد المغربي إنه يقدر يكسبوها الصفر في الإياب ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي فبالتالي إنه الأهلي كان بدأ الجيم كويس جدا تقدم بجنين ولكن يعني اللحظات الأخيرة حصل درباكة عند النادي الأهلي يقدر للوداد إنه يسجل جونه عن طريق صيف الدين بوهرة هو ده القلب موازين المباراة حتى إنه بعثة الوداد المغربة كلها كانت خارجة من مباراة سعيدة جدا بهدف الوداد وده كان التارجد بتاعهم يعني هما جايين للقاهرة على أمل إنهما يتعدلوا أو يخرجوا بنتجة 2-1 لأنه نتيجة 2-1 الهدف حيريحهم جامد في مباراة للإياب فبالتالي إنه كان فيه سعادة كبيرة جدا على بعثة الوداد وفي المقابل كان فيه حزن على بعثة النادي الأهلي إنها تخرج من المباراة كذبانا 2-1 مش 2-0 أو إنها ما تقدرش تزود غالة الأهدف يعني تبقى تخيل إنه هو ده فعلا كان التارجد ولا فيه عقدة كده موجودة دايما عند الوداد لما بيجي لعب الأهلي في القاهرة ما بيكسبش دي المباراة يمكن 6 يئمة 3 مرات الأهلي يفاز و3 مرات اتعدلوا لكن الوداد ما شافش مكسب قدام الأهلي في القاهرة وفي المغرب فبالتالي العقدة لإنه الوداد كسب 2 نهائية من الأهلي في 2017 الوداد اتعدل في القاهرة وكسب في المغرب والنهائي برضو السيزن اللي فات كان مباراة واحدة في المغرب والوداد كسب النادي الأهلي فبالتالي إن الوداد كعبوا أعلى على النادي الأهلي في النهائيات ويكسب 2 الوداد بتتكلم في 3 دوري أبطال منهم 2 ويخدهم على حساب النادي الأهلي فبالتالي طبعا عقدة ولكن مجرايات المجرى لا الموجرات المبورية غير يعني الناد الاهلي كان ماسك الجيم كويس جدا سجل جونين بستا وكهربا والاهلي اهدر اكتر من فرصة كان يقدر يزود النتيجة ولكن انه خلينا نكلم بصراحة انه الخوف والقلق عند بعض اللاعبين قدت الى تراجع الفريق للدفاع وان الوداد ما كانش عنده حال تاني غير انه هو يهاجم لانه 2-0 للموضوع صعب جدا الوداد كان محتاج انه هو اكس 3-0 في المغرب وبالتالي المهمة صعبة الوداد يعني خد الجراءة الهجومية في المقابل كان فيه يعني خوف لدى لعبة الناد الاهلي تراجعه الى الخلف وده اصفر عن هدف لي الوداد فبالتالي انه احنا مش عايزين نقول انه عقدة انه الناد الاهلي ما بيكسبش الوداد لا الاهلي يقدر يعد الوداد ويكسب الوداد انا بقول ان الوداد هو اللي ما بيعرفش يكسب الاهلي عندنا في مصر خلينا نروح لها حاجة تانية ونفكر مع بعض كده ان فيه شوية حاجات كان عليها ملاحيز جمهور السوشال ميديا تكلم عليها مش كل الناس كانت مبسوطة من التحكيم طول الوقت مش كل الناس كانت مبسوطة من اداء كولر اللي شافوا انه متأخر شوية في شوية تغييرات متعودناش ان نلاقي كولر يطلع في مؤتمر صحفي يقول لا مش انا السبب اللعيبة هما اللي كانوا خايفين مش المشكلة في التغييرات كم حاجة كده الناس كانت بتكلم عليها مبسوطة بص البوزيلا عنها بتاعت التحكيم يعني اعتقد انه يعني 100% من الجمهور كان يعني بتكلم بشكل صحيح في موضوع التحكيم انه ليه بمعتز ابراهيم كان ليه بعض الاخطاء اثرت بشكل كبير في مبارات الامس لانه نقص الخبرة وانه محكمش مبارات كبيرة قبل كده فبالتالي انك تديره تحكيم المبارات هائية ده كانش يعني اثار الصغراب الجميع سواء الجمهور او الاعلام انه ازاي حكم لسه صغير وانه ما خدش قبل كده تجارب كبيرة انه يحكم مطش مهم وفيه حاسية كبيرة بين الاهلي وبين الوداد بخصوص النهاء التعسيزين اللي فات فبالتالي كان عنده اخطاء كتير جدا حتى خبراء التحكيم كلهم اتكلموا بالامس في موضوع الاخطاء التحكيمية يعني بعيدا حتى عن السوشيال ميديا انه الاهلي كان يضربتين جزاء وانه احد لاعب الوداد دي حي يعطيها طالعا انه كان يستحق الطرد وليس البطاقة الصفراء الكرة اللي بلمسة اليد لانه يعني منع النادي الاهلي من هدف سالس محقق فبالتالي انه الاخطاء كانت واضحة جدا وانه المبارات الحاسمة دي لا تحتمل ان اخطاء كتير يعني ممكن يبقى عندك خطأ اتنين ولكن يبقى ترت 4-5 اخطاء في مباراة نهائية ده بتأثر طبعا على نتيجة المباراة بتحجم لعب الفريق بشكل كبير جدا حتى شوفنا ان لعب النادي الاهلي كلها بتعترض على الحكم المباراة في مبارات الامس الجهاز الفني كان بيعترض على حكم المباراة فده يديك انطباع انه لأ الحكم ما كان شفير في مبارات الامس الحكم كان ضد النادي الاهلي في بعض القرارات الحكم حرم النادي الاهلي من ضربتين جزاء واضحين كل الناس اتكلمت فيها سواء سوشيال ميديا او خبراء تحكيم لا الحكم تغاضى عن طرد يحيي عطيه طهر اللاعب الوداد المغريبي كانت تقلب موازين المباراة بشكل كبير جدا طارد اللعب المغرب ولكن الحاكم الدنزار بدل بطاقة حمراء كان ممكن يأثر في نتيجة المباراة ان النادي الاهلي يخرج فايز 2-0-3-0 فبالتالي اتريعه في مباراة الاياب فبالتالي انه جزئية التحكيم لا سواء خبراء التحكيم او السوشال ميديا كان مع حق كبير جدا في موضوع الحاكم معتز ابراهيم وده ادام طبع تاني انه بيحصل كده مع النادي الاهلي في القاهرة فما بالك في المغرب هيحصل ايه؟ خصوصا انه تسيمبا برضو يعني تم ترشيحه او تعيين المباراة الاياب في المغرب عنده بعض الصوابق مع النادي الاهلي كما يقال انه دي اخر مباراة له هيعلون اعتزاله فبالتالي انه يصير الشكوك في يعني اللي ده جمهور النادي الاهلي وجمهور السوشال ميديا ازاي يبقى مستوى التحكيم في افريقيا بهذا الشكل كلر في المؤتمر الفني ايه في المؤتمر الصحفي حتى بعد المباراة اتكلم بشكل كبير عن التحكيم وعن الاخطاء لانه بواضح انها اثرت في نتيجة المباراة يعني واضح للعيان انه اثرت في نتيجة المباراة بشكل كبير جدا دي الجزئات التانية موضوع كولر وتغيير التأخيرات كولر اتكلم كتير مبارك في نقاط كتير لانه بصوا هو كان متعصب جدا انه نتيجة المباراة ما طلعيتش زي ما هو كان يعني رسمها في دماغه لانه جون الوداد بيكلم في ديها 85 فبالتالي انه مش دي النتيجة لان الاهلي كان يبغاها من المباراة مش دي النتيجة اللي كولر كان بيلعب عليها فبالتالي انه اتكلم كتير لانه حتى طب صاب نص الملعب كده ليه؟ جزء التغييرات اللي كولر يعني الناس كلها بتعتب عليه خلينا اقول انه الوداد ما جابش الجوم بتاعهم كان كل الجمهور هيشيد بكلها صح ولا لا؟ فبالتالي انه هي كرة القدم كده فاهمه تغيرات هو كمدير فن شايف انه ال 11 في الملعب هم افضل 11 بالنسبة له او ان اللاعبة بتؤدي بشكل يعني بشكل جيد وده اللي حصل يعني على مدار الموراة يعني قبل هدف الوداد انه كانت التشكيلة اللي موجودة تشكيل النادي الاهلي 11 ما تغيروش وكانوا بيقدوا بشكل جبري جدا والنادي الاهلي سجل جونين واهدر فرص كتيرة جدا والحاكم تغاضى عن ضربتين جزاء فبالتالي انه الطريقة اللي كان بيلعب بها او التشكيلة كانت بتساعد كولر على تحقيق النتيجة الايجابية احنا شوفنا حتى مطش للزهاب بتاع منشصر سيتي وريال مدريد انه منشصر سيتي لعب المطش كله بالحضراش اللاعب مغيرش ولا تغير فبالتالي محدش قال انه جواردولا مغيرش فبالتالي الستي تعادل او اتغلب من ريال مدريد يعني التغيرات ده حسب رؤية المدير الفني ممكن يعمل تغير تغير بالمطش زي ما يعني مدرب الوداد عمل تغير قلبة المطش جاب الجون وفي المقابل الكولر تأخر فيه تغيرات هو شايف انه الحضراش اللي موجودين خلاص بيؤدوا الغرض اللي بيتكلم عنه او اللي النادي الاهلي عايزوا من المباراة كسبنا المباراة بالضيعة فرص ضغط على الوداد المغربي مسكى الملعب فشايف انه تغيراته مش لازم يعمل تغيرات دلوقتي يعني بس الناس بتحسب انه التغيرات هي الهدف منها انه اللي لازم اعمل تغيرات ممكن التغير اللي تنزل متحقلش الطلب اللي انا عايزه ممكن ما تؤديش بشكل مميز يكون اللي في الموجود في الملعب هو افضل من على دكة البودلاء فبالتالي هي يعني اراء لو انت شيلت الجون بتاع الوداد لو ما جاش كانت الناس كلها تشيلت بكلر وعبقرية كلر وفتل كلر وما تغيرش فبالتالي ان الاهلي خرجت باتنين صف ولكن ان النتيجة خرجت اتنين واحد لازم الناس تتكلم فيه سلبيات نبدأ نتكلم في حكم نبدأ نتكلم فيه ان كلر اخر تغيراته كان ممكن يعمل اي تغيرات ولكن حتى بعد التغيرات ما شفناش اختلاف في شكل النادي الاهلي يعني التغيرات اللي نزلت الملعب ما شفناش تغيرات وبعدين حتى الخط الامام كله كان متقلق مبادح سواء كهربا او حسين الشحات او برس تو يعني على مدار الفترة اللي لعبوها كانوا متقلقين برس يسجل وكهربا سجل وحسين الشحات صنع الجنين نص الملعب حمدي فتح ومروان عطية وديانجل كان عاملين مطش ممتاز جدا الى حين قرر لعبو النادي الاهلي ان هم يتراجعوا الى الخلف وبالتالي بدأت تظهر المساحات عند لعب الودات بدأوا اكثر خطورة على مرمى مصطفى شبير وقدروا ان هم يعني يحققوا التارجت اللي هم عايزينوا يسجلوا جوم في النادي الاهلي ويقلبوا المباراة تتسهل اكثر على الودات في المباراة الايابة يوم حضاشة طيب اسمين قلتهم في وسط كلامك كانوا الاكثر اشادة عليهم من قبل مبارح الناس وهي بتتكلم مع بعض مش لازم بس على السوشال نيتي مصطفى شبير اللي كان قاعد فترة طويلة جدا بيتم التشكيك في قدراته وما كانش طول الوقت الناس راضي عن اداؤه واحسين الشاحات مبارح برضو عمل مطشح الوقت بصرقم واحد مصطفى شبير ازاي بتقول ان جيبت حد من الدار للنار انه يعني شاب صغير ليه ترى ترى اربع سنين موجود في النادي الاهلي لا يشارك بصفة يعني مستمرة قد لا يشارك انه محمد الشنو كان رقم واحد الانتقادات والأبناء العاملين والكلام اللي احنا كتدي بنسمعه فده طبعا اثر كتير جدا ولكن انه مصطفى شبير يظهر بالمستوى ده بالامس لا يؤكد انه مش شرط انه هو يكون ابناء عاملين او ابن لعب سابق انه هو يكون لعب مش كويس لا واضح انه هو لعب كويس جدا يعني عنده ثقة بنفسه انه لعب شاب زي ده لما اتجله فرصة انه يحرص مرمى النادي الاهلي في نهاي دوري ابطال افريقيا ويظهر بالشكل ده لا فبالتالي ان احنا على موعد مع حرص كبير جدا الفترة القادمة واحنا يعني الايام الفاتس كنا بنقول ان احنا عندنا ازمة في حرص المرمى بعد الشناوي والاخير ولا اواضح ان احنا عندنا يعني اجيال شابة من حرص المرمى جايدين جدا هما يحتاجوا الى الفرصة اي حد تاني هتجيبيه في الموقف ده لانه الاهلي كان في ازمة في حرص المرمى الحرص رقم واحد مصاب الحرص رقم اثنين يعني مصاب ومش جاهز مية في المية فبالتالي انت بتجيب الحرص رقم 3 هو اللي شارك فيه مباراة زي دي في حضور 50-60 الف متفرج بيلعب امام يعني خصم يعني عنيد وعنده خبرات هو الوداد المغرب انه يظهر بالشكل ده فبالتالي انه لا اتقلق واضح لمصطفى شبره اعتقد ان دي بداية ميلاد لمصطفى مع الجمهور حتى انه كل اللي كان بيهاجم مصطفى الفترات اللي فاتت سواء عشان خطر والده او عشان خطر ابناء العميل او غيره كله بدأ الاتجاه يتغير انه لأ حالس كويس جدا وانه مستقبل مصر للفترات القادمة الجزئة التانية حسين الشاحات من فترة كبيرة جدا حسين الشاحات انه كان في انتقادات كبيرة جدا لحسين الشاحات ولكن واضح انه مركز جدا مع الناد الاهل في دور الابطال وفي الدور المحلي حتى في كسر عالم الاندية ويرجح كافة الناد الاهل بشكل كبير جدا في المباريات سواء في صناعة الاهداف او في تسجيل الاهداف وده بيقول لي حضرك انه يعني الجمهور طول الوقت ممكن ياخد فترة ينتقد حسين الشاحات بشكل يعني مبالغ فيه ثم انه يتقلق حسين فبالتالي الناس تشيد بي حسين الشاحات هي ده الكورة طول الوقت ما فيش حد يعني طول الوقت انه بيشيد بحده الفترة اللي بعدها لأ انت هتلعب كويس وهتسجل هتصنع هتساعد فريقك فالناس كلها تشيد بيك لأ مستواك هي وتراجع الناس كلها تنتقدك زي اللي حصل مع افشخات فترة كان رقم واحد في النادي الاهلي او بل رقم واحد يعني في منتخب مصر الفترة اللي فاتت لما تراجع مستواه يعني وجد انتقدات كتير جدا من جمهور النادي الاهلي قبل يعني المختلف الجمهور يعني فبالتالي انه تقلق حسين الشاحات من فترة مش مبارات الامس بس كانت المفاجأة بالنسبة لنا مبارح كلنا هو تقلق مصطفى شوبير طبعا اكيد ايه اللي حيحصل اليوم لحد الجاي 11 يوني ان شاء الله في مركب محمد الخمس في كذب السمطش صعب جدا لانه الحضور الجماهيري في مركب محمد الخمس يعني ليه تأثير بشكل كبير جدا في نتيجة المباراة لانه يعني الجمهور هو روح الفريق الحاجة التانية انه الوداد كان عارف نفسه جاي بيعمل ايه في القاهرة فبالتالي ان حق نتيجة ايجابية وحق اللي هو عايزه حتى مدرب الوداد اتكلم بعد المؤتمر الصحفي قال انا ساعد لي النتيجة لان احنا جايين مركزين على الهدب ده لو ما قدرناش نتعادل مع الناد الاهلي فاحنا نقدر نخرج من المباراة يعني خسرين اتنين واحد او نقدر نسجل جوم فبالتالي هيساعدنا في مباراة الاياب فبالتالي ان الوداد محدد وجهته ولكن القصة في الناد الاهلي الناد الاهلي عايز ايه من الوداد في المباراة الاياب رقم واحد ان القصة مش مستحيلة لان الناد الاهلي في 2006 و2012 كان متعادل في القاهرة وقدر يكسف في كونس وقدر ايه حاله ايه ولحد يتعادل ولا يفوز ولا طبعا الفوز يرجح كافة الاهلي يه يتعادل رقم كافة الاهلا فبالتالي الناد الاهلي عنده حلول الناد الاهلي عنده حلول انه في اول ربع ساعة من المباراة الوداد بكل تقط وفي كل لعبيا وفي كل جمهور وهيبه هدفه ترجيته انه يسجل جوم في الناد الاهلي عشان يقدر يسيطر على المباراة لو النادي الأهلي استغل الفترة دي أنه يقدر يسجل هو في الوداد البزاق الاندفاع الهجومي للوداد وأن النادي الأهلي يرد يسجل هدف في الوداد في بداية المباراة أعتقد هيصعب الأمور بشكل كبير جدا على لعب الوداد وهيصعب الأمور على جمهور الوداد وهيدي ثقة لعبة النادي الأهلي أنهما يقدروا يكمل المباراة والصدق كبير جدا من الجمهور فبتالله النادي الأهلي عنده حلول وعنده لعبة قدرة على المجارات لعب الودادوية تتويج بيئة البطولة وعندهم خبرات إفرقية كبيرة جدا بشكل كبير جدا وعندك النادي الأهلي يعني كل الفريق ما عندكش فيش ولا مركز فيه مشكلة في النادي الأهلي عندك يعني مهاجمين قادرين على صناعة الفرص وقادرين على تسجيل الأهداف وشفنا الفترات اللي فاتت انه بيقدروا النادي الأهلي يعني شفنا في 2006 النادي الأهلي كل الناس راحت في تونس وقال لك لا لا دا مش هيعد وقدر يعد وقدر يكسب البطولة في 2012 نفس القصة قدر يكسب البطولة دا اللي بتعمله المؤسسات الكبيرة دا اللي بتعمله الناس اللي عندها خطة عمل وخطة تدريب للعباتها والاستثمار في لعبيها